موسيقى فعالية المشوقة أقامتها مجموعة الريش الحساس للطيور الناطقة وبالتعاون مع مركز الرعاية التلطيفية في منطقة الصباح الطبية ضمن سلسلة من الفعاليات الاجتماعية المستمرة والتي تهدف إلى توفير الأجواء العلاجية والرعاية النفسية والدينية للمرضى بما يضمن لهم حياة طبية ورعاية شاملة قروب الريش الحساس اليوم موجود في مركز الرعاية التلطيفية نحاول نعطيهم أن كل واحد منهم يمسك طير ويشوفوا الطيور شون على الواقع يعني مو مجرد أن يشوفونها بالتلفزيون أحد المرضى تفاجأ بهالفعالية ووايد مستانس أنه ماسك طير وحلو أنه هو متفاعل معها الطير هذا وماسكة بيدة يعني نتمنى يعني ولو جزء بسيط نبي هالبسمة هذه نحن نبي هالبسمة ما نبي أكثر من شيء وودنا نعلمهم عن الطيور بالضبط شون تغذيتهم شون الاهتمام فيهم ولو شيء بسيط يعني شيء بسيط ونتمنى لي جدام تكون فعاليات أكثر للريش الحساس ترسم البسمة على كل روح محتاجة هالبسمة هذه محتاجة أن الواحد يقعد معاها ويشوف الطيور يمكن تغير نفسيتهم يعني وشملت الفعالية على حضور عدد كبير من المرضى وذويهم والطاقم الطبي وقسم الخدمة الاجتماعية والنفسية بقيادة الرئيسة الأستاذة هود الشهاب حيث جرت عدد من المسابقات التثقيفية الخاصة بالطيور الناطقة ليختتم الحفل بتكريم الفائزين والمشاركين في هذه الفعالية نحن اليوم موجودين في فعالية نحن ممكن نقول عنها مفعالية نشاط نشاط يشمل مرضانا مرضى المركز مركز رعاية التلطفية مع مجموعة نحن أول مرة نتعامل معها مجموعة تريش الحساس عبارة عن عرض لطيور الناطقة رح يكون فيه فقرة تعريفية عن الطيور وأنواع الطيور رح تكون فيه أسئلة وجوائز وهدايا وهو يعني يكسر روتين للمركز كل المناسبة تصير في الكويت سواء القريش سواء القركعون سواء حفلات العيد الأفحى عيد الأوم نحن نزم يعد الأسرة عشان الكل يشاركنا مو بس النساء يكونون معنا حتى الرجال لازم نحن نسوي نشاط للمرضى نشرك فيه المريض مع أهل المريض كنوع من مثل ما قلت لك كسر الروتين هنا يطلع من جو المركز طبعا إحنا مرضانا مثل ما أنت شايفة مرضانا ما يقدرون يطلعون برا المركز فنحن نحرص إن المريض يكون متواجد في المركز مع أهله فالأنشطة اللي من سويها تكون دائما إنشطتنا داخل المركز في بداية كلمتي أشكر إدارة المستشفى اللي أنا فيها دار الرعاية وأشكر القسم المنصق لهذا الحفل القسم الخدمة الاجتماعية أشكرهم فردا فردا وأشكر القناة الثالثة أشكر تلفزيون الكويت عامة وبهذه المناسبة أشكر كل من حضر من أهالي من أصحاب طيور من كل شيء جاي يشارك لإسعادنا وإرضانا بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء هو شيء طيب من التغيير يعني بدلا ما هو الواحد قاعد في غرفة ما أعرف بحثان يطلع يشوف شيء كذا أو شيء جديد أنا والله كانت مفاجأة لي عرفت من نص صاع بس فسألوني تروح قسم الخدمة الاجتماعية تروح قلت لهم شون ما أروح أنا وياكم مجهودات رائعة وملموسة لمجموعة الريش الحساس وقسم الخدمة الاجتماعية في مركز الرعاية التلطيفية فشكرا لهم على هذا العطاء الاجتماعي اللامحدود وتمنياتنا لهم بكل التوفيق والنجاح ريم التيتون برنامج الضحى العود موسيقى 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 شكرا لمعدتنا الرائعة شكرا للموسيقى وشكرا للموسيقى أيضا لقروبة ريش الحساس على مثل هذه الأنشطة موسيقى 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 موسيقى